صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحييكم قناة ميرو للمعلومات الطاق يارب تكونوا بكير وبصحة النهاردة هنعمل صلطة بتبقى موجودة تملي في العزومات صلطة الزبادي وناس كتير قوي بتحب صلطة الزبادي وبأسهل طريقة هنشرح هتعمل ازاي ما بتاخدش وقت خالص هي بتتكون من زبادي علبة زبادي وتوم وخيار وملح وفلفل ونعناع ناشف او نعناع اخضر زيت زيتون ونبتدي نعمل صلطة الزبادي اول خطوة اصدقائي بعد ما غسلنا الخيار هنبشره في المبشرة هنبشر الخيارتين ونقلكم هنعمل تاني خيارة اصدقائي هنبشر تاني خيارة بعد كده اصدقائي الخطوة التانية هنعصر يعني هنمسكه ونعصره في ايدنا كده وننزل المية بتاعته اهو اصدقائي هنتدى نعصر كل الخيار لازم ينزل المية بتاعته باست ناره في ايدنا كده اصدقائي ينزل كل ما ينزل يعني هنبشر testosterone الوقت هنما ب übrigens جلة الدرجة ستاصل ميت ليسكه حتى حتى اصدقائي نروم نعصر كل الخيار لازم ينزل يبنشر نضيف كباية زبادي الكبيرة ونضيف الخيار هنقلب أصدقائي هنجيب فص توم أو فصين طبع يعني ما تحبه اللي يحب التوم يعني أكتر كتير يضيف نقلب كده أصدقائي بعد كده أصدقائي هنضيف فلفل ملح ونقلب طبعا هندوق التدبيلة جدا هنحط زيت زتون الله عايز أقول لكم أصدقائي دي أكلة ضايت يعني زيت زتون آآ زبادي أولا الزبادي اللي أنا مستخدمها زيرو آآ طبعا آآ اللي بالضايت بيستخدم آآ يعني آآ الزبادي بيبقى زيرو آآ طبع ما تحبه لكن في الضايت هنستخدم آآ آآ الكمية دي من الزيت مع علاقة زيت عندنا بقى في الآخر هنزوق آآ نعناع مجفف كده حلو قوي الله آآ وكده أصدقائي آآ قدمنا سلطة الزبادي آآ هنزوقها بقى في آآ طبق آآ يعني تزويق كده بسيط ونجلكم أصدقائي خلصت آآ صلطة الزبادي آآ أسهل صلطة ممكن نعملها وقفية صلطة آآ طبعا قلنا انها للضايت لان انا استخدمت كل مكوناتها آآ آآ يعني زيرو كالوريز الخيار طبعا تعرفين انه هو آآ يعني ما فوش اي سعرات آآ قليلة جدا الزبادي اللي استخدمته زبادي آآ زيرو آآ ممكن واحد يبقى برضو كويس آآ والنعناع الناشف في كل بيت طبعا بنزرع النعناع أو بنجيب النعناع والنشفه وملح والفلفل برضو لازم يبقوا التواب المعقولة وعلشان آآ ما يبقاش في احتباس للمية آآ اللي بيعمل دايت وزيت الزتون طبعا تعرفين قد ايه هو صحي آآ أصدقائي آآ احنا طبعا عملنا آآ صلطة الزبادي بس كان لازم نقول فوائد الزبادي آآ وفوائد الخيار احنا اتكلمنا عن فوائد الزبادي قبل كده في فيديو آآ النهاردة هنكلم برضو عن آآ فوائد الخيار الخيار دا طبعا يعني آآ فوائده سحرية لتنظيف الجسم من السموم طبعا يعتبر الخيار من الفواكه آآ اللازيزة ومتعددة الاستعمالات طبعا آآ احنا بنشعر لما بنيجي ناكل الخيار انه بيزود الجسم شعور بالانتعاش آآ وده حاجة مميزة في آآ الخيار من اهم حاجة آآ من الفوائد بتاعته انه بيرطب الجسم وبيعالج الامساك آآ قبل ما نقول الفوائد الصحية للخيار لازم نشوف العناصر الغذائية المهمة في الخيار اولا الخيار من اهم الفواكه او المأكلات اللي منخفضت الصعرات الحرارية وغني جدا بالعديد من الفيتامينات والمعادن آآ فبنجد انه بيحتوي آآ سمرة الخيارة الوحدة سعر الحراري بتاعها آآ خمسة آآ واربعين ده آآ حلو جدا للناس اللي بيعملوا ضايت آآ بيحتوي الخيار على الالياف اتنين جرام الياف بيحتوي على البروتينات كاربوهايدريت آآ بيتامينات بكثرة ذي بيتامينجيم كاف ماغنيسيوم بوتاسيوم منجنيز آآ كل ده موجود في الخيار كمان نسبة عالية جدا من المية بيحتوي على نسبة عالية جدا تساوي آآ ستة وتسعين في المية مية آآ آآ وبينصح ان الخيار يتاكل بقشره ما نقشروش لان كل مكالناه بالقشر بتاعه بنستفاد من الالياف والفيتامينات والمعادن هندقل بقى على الفوائد بسرعة جدا هندقى ان هو مضاد للأكسادة آآ آآ منخفض السعرات الحرقية وقلنا بيستخدم في الضايت بيحتوي على الالياف آآ القبلة للزوابان آآ آآ ودي بترطب آآ آآ الجسم وبتساعده على انقاذ الوسن ودي من المميزات الاساسية في القيار بيحسن من الهضم لانه غني بالفيتامينات الالياف المية فبيساعد على آآ علاج عصر الهاضم طبعا مشاكل آآ آآ الأمعاء يعني المشاكل المتعلقة بيحلها بيحل المشاكل المتعلقة بحركة الأمعاء والامساك بيكافح الامساك طبعا في الجسم غير كده اصدقائي انه هو بيأوي العظام لانه بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين كاف والكلسام الضروريين لتقوية العظام طبعا بيمنع من مخاطر كسور العظام لانه هو كده بيحتوي على الكالسام وفيتامينات زي فيتامين كاف بصحة القلب والأوعية الدموية بيحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين كاف زي ما قلنا التلاتة دول بيكونوا حاجة بتعمل على التشغيل السليم لجهاز الدوري اللي هو جهاز القلب والأوعية الدموية فده حاجة مهمة جدا طبعا فأرجو ان الصلطة دي تعجبكم وألقاكم في واجبة تانية وصنف تاني ومعلومة تانية جديدة وأشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة